السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله دائما وابدا حبايبي ما رح طول عليكم احفوق الموضوع الضغري الفيديو اليوم اللي هارضه عم بشرح فيه عن نقاط مهمة جدا 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 لكلمين ليستعمل الجوجل كروم الجوجل كروم اذا ما فتت وعملت هاي الاعدادات اللي موجودة فيه كاميرتك طبع الموبايل معرضة لانه تفتح ويتجسسوا على اي شي بالدنيا عن طريق هذا البرنامج هو جوجل كروم يعني اذا انت ما فتت عملت العدادات هلا رح اقلك عليها الجهاز اموره مخوطرة يعني تمام يا جماعة وقتنا اللي احنا عايشين فيه هلا وقت بخوف عالم هكر ناس يعني عام لهي الموضوع يعني شغلتها هكر اختراقات مشاكل فضايح قصص الله يستر علينا بيستر بجاسة يدنا محمد ويستر على امة لا اله الا الله محمد رسول الله يا جماعة ما رح اطول عليكم هلا فوتوا وتفرجوا على الفيديو وان شاء الله رح تدعو لي عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا فيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات يلا يا جماعة خلينا انبلش تمام حبايدي هلا اول شغل اللي لازم نساوية بدنا نفوت على الجوجل كروم نفتح هون هيا عدنا الجوجل كروم نفوت عليها سواني عم يفتح تمام هاي فتح على قناة اليوتيوب تبعي طيب منكبس هون على 3 نقاط اللي موجودين عنا هون مننزل لتحت على اخر شي عنا هون كلمة الاعدادات شايفينها نكبس عليها بعد ما نكبس على كلمة الاعدادات مننزل لتحت في عنا شي هون اسمه اعدادات المواقع الاكترونيه تمام نفوت عليها بس نفوت على هذا المكان في عنا هون الكاميرا منفوت على الكاميرا بعد ما نفوت على الكاميرا متل ما يكون شايفين هون هل انا اللي مرتبط عندي اا بالقناة اللي هو استيديو يوتيوب اللي انا بفتحه للقناة تمام يمكنه ان يفتحوا كاميرا ويشوفوا كل شي بدون دينا عن طريق كاميرتي عنه تمام فالفكرة شو بنعمل نكبس على اليوتيوب منقله هون حظر تمام منقله هون حظر بعدين بنكبس على هاي اللي فوق مكتوب هون الكاميرا السؤال اولا قبل السماح لمواقع الكترونيه لإستخدام الكاميرا ووصى بها تمام نعمل لهون الغاء هون صار في حظر هلا اي موقع بدي يفوت عن طريق الكاميرا تبعي على على جهاز يفوت يفتح كاميرا ما بيحسن يفتح الا حتى انا عطيه اذن تمام نعمل هون 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 خلصنا منا نرجع هلا لورا عنا الماكريفون كمان نكبس على الماكريفون كمان ما كون شايفين اليوتيوب استخدم الماكريفون منقله هون حظر وهي كمان فوق منوقفها كمان يسألني اي موقع بدنا نفوت عليه يسألني اولا انا بعطي الموافقة تمام نرجع لورا بعد ما فعلنا هدول الامور نرجع لورا كمان واحدة هون علا عم في عنا كلمة الاشعارات شايفينها بنكبس عليها بس نفوت على كلمة الاشعارات اللي هون عم يعطينا انه هدول اللي حطين عمي اشارة صح هدول بيحسنوا ان انا استخدم هون والامور كلها تمام تمام هلا مسلا هدول احيانا بيكون في مواقع من هدول المواقع كلها مواقع اباحية تمام فهي المواقع الاباحية احيانا بيكون منفعل عليها هيك اشارة صح شايفين كله بيكون على اشارة صح فنحنا شو بنساوي نعمل كلهم اغلاق 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 شايفين نعمل لهم كلهاتهم اغلاق بالاخير منحط شايفين كلمة اظهار اشعارات بنكبس عليها الغاء منطفيها تمام مشان اي موقع بدي يفوت يفتح الكاميرا من جهازي ما بيحسن لحتى ياخد الازن انا من جهازي انا اعطيه ازن اوكي تمام هاي شغلة تمام هلا شوفي عنا كمان شغلة عنا الخصوصية والامان شايفين منفوت عليها منفوت على التصفح الامن تمام شايفين هاي لك التصفح الامن نكبس عليها يكون محطوط الاعدادات على هاي اللي بنص اللي هي الحماية العادية يوفر لك حماية عادية من اضافات عمليات التنزيل ومواقع الالكترونية الضارة محطوط على الحماية العادية لا نحنا منحطه على حماية محسنة شايفين ها نكبس عليها هون بس نحطه على الحماية محسنة نرجع لوراء اتفقنا عنا هون متل ما كنشافي فوق مكتوب محو بيانات التصفح محو السجل وملفات تعريف الارتباط وبيانات مواقع الاكترونية وذاكرة التخزين المؤقتة يعني الشغلات احيانا تفوت عليها انت بتظلها مخزنة فنحنا منفوت له هون منحدد له سجل له التصفح اللفات تعريف الارتباط الصور وملفات مخزنة هدوم نخلي عليهم كل ياتهم اشارة صح 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 انه يمحيهم تلقائيا تمام ما يحتفظ فيهم يمحيهم ما يخليهم الصور موجودة على البرنامج او الموقع تمام عنا دول اللي تحت كلمة مرور المحفوظة هي ما بيأسر خليها الملء التلقائي للبيانات هي ما عنا مشكلة فيها كمان لان اذا انت بكون عم تعبي بيانات مثلا بيعبي لك وبيانات تلقائية انت بتحط الكلمة وبيتطلع لك انت البيانات المخزنة عندها اعدادات المواقع الاكترونية انه يخزر لك كل شي مواقع الاكترونية انت بتفوت عليها كمان هي تحط خليها هيك مثل ما هي انه ما يعني بتخليها مثل ما انا عاملون هيك هلا بهالحالة واتنكون احنا حاطينهم هيك سجل التصفح بيمحي ما بيخليه ملفات تعريف اطباط وبيانات مواقع تمام كمان بيمحي عنا هون كمان الصور ملفات مخزنة مؤقتا كل شي بكون عندك صور ملفات مخزنة مؤقتا بيمحيها تمام هلا ان احنا اذا كبسنا على كلمة هون محو البيانات انه يمح كل شي بيانات نكبس عليها تفرجوا شوفوا شو عميلي هون عميلي محو البيانات هنا يبدو ان المواقع الالكترونية التالية مهمة بالنسبة اليك انا اليوتيوب عطول بستعمله تمام في عنا في عنا زوند كليب كمان هذا انا بستعمله وفي عنا هذا اللي هو موقع كمان الكلمات المفتاحية لليوتيوب انا دول عطول بستعملون فانا اذا بدي امحييون بقل له محي هون تمام اذا ما بدي امحييون تمام لأ بعمله الغاء مثلا انا ما بدي امحييون انا بستعملون هدول الشغلات تمام فانا بقل له الغاء لنفطلب بدنا نمحي مثلا هاد النصاني مثلا متبس علي مقين مشارة الصح تمام انه هذا ما يمحيي محددين انه هذا لا تمحيي فهم شو بيساي هو هون بيمحي اليوتيوب ولي هو هاد اخر واحد كيفو در تمام هلا نحن نرجع من قل له هيك من قل له الغاء هون عنا تحت استخدام نظام اسماء النطاقات هي ما في مشكلة خلية تلقائي عنا هون عدم التعقب انه محاطينه نحن غير مفاعل انه ما حدا يتعقبنا تمام ما حدا يعني يعني يراقب وكذا وهذا الحماية الحصوصية ما عنا فيها خلية هيك نرجع لورا نرجع لورا هلا هون عنا كلمات المرور مخلية مثل ما هي محرك البحث العناوين والمزيد الخصوصية والامان ساويناها التحقق من الامان هي عامية تبعها خطوطين اشعارات ساويناها مظهر ما نفيها الصفحة رئيسية انفاعة تسهيل استخدام استخدام مواقع اكترونية كمان فعلناها وظبطناها وهيك هلا صارت الامور ان شاء الله كلها تمام يعني نحن يا جماعة بها الحركة هاي بنكون ان شاء الله الامان بالله امننا الجهاز انه ما ينفتح كاميرا من هالمواقع اللي بيتفوت اه على الجهاز لانه صاير فيه انه عم يفوتوا مواقع اه بتعرفها وما بتعرفها عم يفوتوا على جهازك ويعملوا اختراق ويعملوا شغلات انت ما لك داريان عنها يعني وقتنا صاير بيخوف يا جماعة والله وقتنا صاير بيخوف انا احيانا كنت مضحك وعلي انا احيانا بيضرب مخي انه ارجع على الموبايل النوكيا 3310 لا في كاميرا ولا في يوتيوب ولا في الاصص كلها هاي بس صاير فينا انه العصر تبعنا والوقت تبعنا بحاجة هاي التكنولوجيا يعني نحن من دون هاي التكنولوجيا ما منحسن ان مشي امورنا هلا تمام؟ فحبايبي هاي المعلومات انا اعطيكم يا اعلا حبايبي هذا الفيديو كان تبعي اليوم اتمنى ان شاء الله يكون فردتكن اذا ما بتكون تشتركوا بقناة ولا تعملوا لايك ادعولي بس ادعولي على الشي اللي شرحتو تمام؟ واذا حابين تشتركوا بقناة وتعملونا لايك بكون ممنونكم وكتر الله خيركم بتشكركم لحس المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته